يعني احس ان انا لو انا ما اتأثرتش بيها وما بالك بقى لما انا اتأثرت شوف التأثير بقى عندي ما ورحلته اعمله ازاي اتأثرت بيها تمام احنا كده في الامان ايا بس لازم تكون في السكة بتاعت يعني الاغاني اللي تعيش انت لحد لوقتي ممكن تفتكر يغنيتك اللي مو عني طيب بقى لها 18 سنة بيت كبير 13 حاجات يعني الاغاني دي هيعيشة هو ده ده اللاين اللي انا بحب اقامش عليه اغنية بيت كبير دي اغنية حب جدا ملاحش اي علاقة بالدراما عاشت معاك حكايات اغنية حب دي كنت عامل عشان نجوزك سادي انا ما عاوزه بيها اتكرنا ليه بالحاجة لا 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 خالص والله ده من قبل جوازه كتير اختيارك لأسماء الاغاني منشوف كل الاغاني معظم الاغاني بتاعتك كتير قوي فانت بتختار او انت بتختار الاغاني بتيجو صدفة معاك دي ولا لا اصلاك هتطلع ايه من اغنية دراما يعني لما تيجي تشوف كده مثلا تكتبه تقولوله سامحه قدامك هتطلع منها ايه اي كلمة هتطلع منها هتبقى كده مش هتلاقي فيها ايه حاجة تاني ده السؤال كل كلام ولوه وللعنوان بتاعها العنوان بالضبط يعني لما زكريات كدابة مثلا ما هي كل كلمة هتسميها ايه ما سامحه قادي الليل بجراحه مع نفس الكلام برضه كل يوم نتلاقى نختار اسمه اغنية كاتشي بالضبط لازم يبقى كاتشي اكيد بس اللي يعلم في ودن الناس يعني وانت بتغنيها بتعلم وانا من كتر ما بعمل عليها بروفارد بحس ايه اكتر كلمة بتعلم في ملحن يجبها لي ايه اسمها كده هو سماها قبل مجلة طيب انا عايز ارحيتك سؤال ايه حلما ترد على الاولاني هسألك التاني شو هم يتراتبوا على بعض طيب فكرت اتغني اغني شعبي لا خالص بس بتحب تسمعها طيب جدا سمعت وقلوله سامحنا ما تحولت لشعبي طبعا حلوة قوي فلما فكرتش انت تعمل لها ريميكس وتحولها اللتر للشعبي معتقدش حلوة قوي وهم خدوا حتة واحدة بس مال معتقدش ان يبقى في اضافة للحاجة مرتين خصوصا من اللي عملها يعني لو احنا عملنا اقولونه سماح ممكن حد يقلدها او يعمل لها شكل تنجح برضو لكن لما اجي انا اعمل حاجة خلاص لا كده مش هيبقى في اضافة لو انا عملها مستحيل لماذا فكرتش تغني شعبي عشان مش ده الوي بتاعي يعني كانوا من انواعي التغيير اه هتوحاشنه هتوحاشنه الشعبي المادر من اللي انا ممكن اقدر اغنيه اوكي مش انا مقدر شكو شفت أن نجيت بيها بروامي انا لا اتكلم عن احب عندي الحقيقة سؤالي سؤال الاول هو ان انت في الفترة الأخيرة انت بقى عندك جمهور كبير جدا حفلاتك في السعودية وهنا في مصر وكلام ده كله بنشوف اللي بنشوف اللي جمهور كبير جدا غير الأول ده معنى ده معنى فيه تطور وفيه أغاني حلوة جداً الناس بتدتتفعل وتتتفعل وتحبك أكتر ليه مش بتعمل حفلات الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية من أكبر النجوم راحه مش هقول أسماء بس أكيد فيه ناس اللي بتغني صح بس أنا أعرف ناس أصحابك جداً من ساعة ما انت ما بدأت معاه بيقولولي إن تامر عشور من أكتر الناس اللي بتغني صح وده معنى إنك لما تقدر تغني في الأوبرا في المهرجان قدام ناس سميعة تقعد ببدل كرفتات يسمعوا تامر عشور ليه مش بتعمل ده بوسي ما ساعت الشغل؟ ده عملتها طبعاً عملت في الأوبرا في المسرح لا لا أسكت كتير في المسرح مهرجان الموسيقى العربية محدش يعني طلب مني إن أنا أعمل أي حاجة في مهرجان الموسيقى العربية بس ده معنى إن لو طلبوا منك طلوب طبعاً نروح أعمل طبعاً في الموسيقى العربية أه طبعاً ما عنيش أي مشكلة حل يبقى ده نداء عنوان نداء الحاجة التانية إلا دوتو الخياد القبع بالموسيقى لا أهم من ما يسمعوا وقالان لوحدهم وقالنا نداء ولا أي حاجة الحاجة التانية ليه مش بتغني التترات مسلسلات أعملها أبنى كده أعملها أنا عارف إنه عملها سجود كمّل السؤال عملت الخالد صالح مرة وعملت الخالد النبوي فرعون وعملت ابن موت الخالد النبوي والتجربة بتاعت التترات المسلسلات دي لازم بتبقى حاجة تيجي كده مع نفسها كاتشي مش إن الموضوع إن إحنا إيه عندنا 15 مسلسل يلا نقول تتر أنا فاهم بس لما بيتعرض عليك حاجات خلال السنوات اللي باتت كنت في حاجات كتير جدا برفضها ما بحبش إنه أنا عملها ليه؟ علشان مهما طلعنا من موقفها كلام مش هتليقى علي أنا بس الوضع تغير دلوقتي ممكن دلوقتي تروح لملاحم أو يجيلك حد يقولك ينتبر أنا عاوزة تغني لي بتتعرض المسلسل بتاعي فبتاخدوا الفكرة كلها فكرة السيناريو وتروها بيها للملاحم والشاعر يكتب كلم عليها ما هو السيناريو ما بالزبط الحاجات اللي كانت بتتعرض بقى من سيناريوهات أو ما هيبقى فيها أي شيء لازم يبقى related بالموضوع بتاع المسلسل نفسه ما كانش هيليق عليها مفيش حاجة فيه ممكن انت هتليه عليها خالص الحقيقة يعني طيب قصة هستمر انت بتحضر ايتي بقى؟ نداء انا هم بحضر ايتي بقى؟ ايه اللي في الستوديو دخلته مبارحة ولا مبارحة؟ بحضر خصوصا مبارح كنت لسه بس مع ميكس تاع اغنية برنامج مغنيها باللغة العربية السعودية طاعة الاستاذ احمد الشقيري ده ان شاء الله هتزعف رمضان لجاية مبارحة او طب احمد سألك على التراك انت ممكن تمثل شايف نفسك؟ لا مش شايف ما شفتش نفسي ولا مرة ان انا ممكن امثل بس كان فيه فترة كان فيه كلامة مين بقى؟ كان فيه حد عرض فيه عروض بس كان فيه كلامة الموضوع اه كان فيه في الفترة كبيرة مش حابب انت ايه؟ اه مش مش حاس ان انا شايف نفسي يعني ممثل مش عارف لي ايه سمعت المهرجانات المكير ممكن تسمع حاجة عجبتك فيها؟ المهرجانات؟ اه بس مع شعبي ممكن ممكن بخش فيهم مش حاجة لفتتنظرت كده خبطت معاك كده؟ اه فيه اغنية والله اخيرة بس مش عارف بتاعت مين بالزبط؟ انت ممكن تقولي او انا قل بجلد انت اه حاجة موسوعة كانت بتقول ايه؟ اغنية حلوة عجبتني جدا اه محطوط في دايرة مقفولة او اه خطو قدباني بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ ايوه هيا دي هيا دي هيا دي هيا دي هيا دي الاغنية خطو قدباني ولا جيتك حال عين؟ جيتك حال عين؟ اه الاخيرة دي حلوة بس معك اه طويرة يا حضرتك وموسيقى تراب اه موسيقى تراب وعفروتو مرامو سا اه السوق مفتوح كل اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها ما لهاش اي علاقة لا والله العظيم مش موضوع دي بلوماسية اصلا انا اه ممكن اكون بعمل الحاجة اللي انا بعملها دي مش مش تبقى انت متحبهاش يعني انا اعرف ناس صحابي ما بيتقونيش يعني ايه اللي انت بتغنيه ده يعني عادي جدا لو جيه جابلك اغنية قالك انا وانت بلاش نقول اسم اي حاج من الترابر الجوداد اللي هم قريدي عاملين بومن وديهم جمهور كبير جدا وحضرتك جمهورك مختلف تماما بنسبب على الجمهور ده يعني هو تقريبا ان احنا بس اللي بنسمع ممكن نسمع لك لو جيه اي حاج من دول قال لحضرتك انا عايز اعمل انا وانت دوتو انت بلونك بطريقتك بكل حاجة وانت بطريقتك بكل حاجة وانت بقى ابنية حاجيني فرايحي اوافق طبعا اه طبعا اوافق طبعا كل واحد في سكته كل واحد بيغني باللون بتاعه كل واحد بيعمل هو احمد ميكي لما عمل راب مع دونيا سمين غارم كان شكله عامل ازاي لو عما عمل الحاجات اللي اتعاملت كان فيها عدوية كانت بتطلع عاملة ازاي اقول دي جابلك ارامي صدري ارامي جمال قال عشان انتم اتنين في حفلة واحدة قال كل قبل سهيخش يطلعوا منتصلون هو انا هبدأ الحفلة الاول ان شاء الله فهو مش هيروح مش هلاقي حد انتم اتفاقتوا ازاي ان انتم في الحفلة اللي كانت مش اول مرة تقريبا اه اعملناها لا في السعادية لا اتعاملت هنا باين في المنارة مرة واللي جاية دي مرة انتم شايفينة هي الظروفة لا بص يا استاذ عادل يعني الوي اللي بيبقى مسكوا اي فنان في الدنيا ما بينفعش اي فنان تاني يمسكوا لما كان عندنا الاستاذ محمد فؤاد وتلعى اربعة بيغن وشابه مفيش اي حد تلعى اه اه نجح ما حدش كانت تلعى زي المونير برده يعني كنت تسمع ده تعرف اهو ده مفؤاد ولا ده مش فؤاد ده ولا ايه كنت تتخذ بس طبعا مفيش حاجة بتنجح مرة تاني ومونير برده لاستلقت شابه وكده كتير قوي مستحيل هو يعني حتى يعني سبحان الله حتى يعني بصمتك حتى لو انت مش في لفل عالي من النجاح سبحان الله برده ليك بصمة ما حدش يقدر يقلدك قبل سبحان الله فكرة ان انت ملك الاحزان ونستقطع شرائنا وكلام ده بقى له فترة طويلة ولكن مؤخرا انت بدأت تستوعب ان تدي ميزة مهمة وممكن تستخدمها في الترويج يعني انا شفتك مثلا في حفلة الصادية الاخيرة فكرة المناديل اللي كان بتتوزع الفكرة اخدت شكل تسويقي يتناسب مع طبيعة الاغاني فعمل اللي ترد فيها اكبر فليه تأخرت في انت هتستغل النوع ده من دعاية مع انه هو واحد من المميزات اتكاله من اهم المميزات في اغانيك انه هو دراما وحزيني والناس اللي عندها مشاعر تده تطلعها مش اتأخرت احنا باللي بيطلع وقت بالحفلة ممكن نعمله يعني متبقاش حاجة مترتبة قبلها مثلا بكتير او ان احنا هنعمل كذا او كده فلي بيطلع فكرة وقت الحفلة هتتعملي واي حاجة تخدم الحتة الدرامية اللي هي ممكن نغنيها او احنا بنقدمها او كده انا بحب جدا نشتعل عليها او بحب ان انا اتصور بالفصل بعاية وكل الحاجات دي هو في بس حاجة في جاء يعني في جابة كبيرة اوي ما بين ان الناس فكراني اتحطت في الطريق ده وان انا انا رايح انا الطريق ده بس هي دي الجابة اللي ما بيني ما بين الناس انا مش دي حاجة مش بتقرقني تمام الاتصاح ان انا بعمل ده طبعا مش لسه بعمل اغاني هولما مصر على ان انا عاية الناس ما عنديش ازل علشان اعياتكو طيب بقولول انتو انا ما عملتش حاجة اتعياتكو انا مش ايه طبعا ليه ممكن اعياتنا بقى ان انت رمي يا جمالها اعياتك بعين واحدة عادة انا معاك انت هتده انت عندما عملتها هتوحشنا مثلا كانت عاملة بومنج خطيرة طب ما هي تسلم من قبل تسلم من قبل هتوحشنا بسنين وكانت عاملة بومنج خطيرة طب اللي هنيه اللي خليتك انت تعمل عشولي عاية انا انا تحصلش دي عادة بادوق وانا اقعد بس لكن خلاص با لا طبعا كل اغني بتأثر فيها جدا جدا بالعكس ده اللي بيبعاتلي اغنية يعني تيجي نتراين دي بعود اسمعها يعني كاني في حاجة حصلالي فعلا وده اللي بيحصلي وانا بغني بغنيها وبأديها وعشان كده عشان كده هي بتوصل هو دايما الملحن اصلا اصلا وهو بيهود عليهم ماكملناش وماكملناش الحمديان وقلوا له سماح وصفر عسال وبقول عادي يعني الحاجات كتير قوي لازم بتبقى متعاشة قوي يعني كلامها بيبقى محدد ولازم ما يفعش تغنيها وانت بتهزر طب انت في الحقيقة تمر فرفوش ولا فرفوش فرفوش يا جماعة تطمينوا انا عايز يعني عايش في هذا الحزن هي دي صورة زهنية يا استاذ دي صورة انا مش انا وصلت لهم انا كده نجحت لا نكتة ايه اجيب له بو حبيبي بقى احنا تساعد طب انت مش فكر ااخد نكتة طب انت مش فكر طب انت مش فكر طب انت ورامي اتكلمنا كذا مرة والله في حاجات زي كده وانا وكذا حد يعني مش رامي بس انا ورامي صبري ورامي جمالي انا ورامي صبري ورامي جمالي احمد سعد واحمد والله لسه متكلمين قريب جدا في ان احنا نعمل حاجة مع بعض هو راح هنا وانا راح هنا طب في ابنين من حضرتك غنتهم الحزيني او الدراما لما جاتلك حسي كنت عيشتها او كانت حاجة انت غنتها عشان انت مريت بيها بالزبط لا ممكن تتقلب بقى علي الحاجات يعني ممكن اغني اخر مقابلة النهاردة وانا مليش حسيسها بعد ثلاثة اربعة سينوين حصل لموقف اخر مقابلة لي علي كنت عيش حاجة انت غنيتها او كانت حصدالك كانها كانت ستوري انت كتبيني حد كتبها او كلماتها كانت بترسم حاجة حصرتلك بساعتها وغنتها وخلتنا معاي كل اغاني لا لا خالص ما هو كل الاغاني خلتكم تعياتوا يعني انا عديت بكل ده يا جماعة يعني انتو شايفيني ان انا عديت بكل الحاجات دي فج gummy انت بتخلي مع فاطته غابنى ما تبقى مركсят شفرد بيسمعني وتجوز لا لا والله شنت باي باي حد pulled it اسفحوا They're the way by republican really مع اعني تعتبر من اغاني the drama آبوم اليام كان الو 정도 قانت انك رزقك Crumb and little أربع عصينا فتعريبا انت اخترت الاسم بعد ما هي اتولدتك فاحنا ربطنا سعى وقتها ان الاغنية دي معمولة الايام لكن اتفاجئنا بعد كده انك في لقاء تلفزيوني قلت الاغنية اللي انت عاملها لبنتك خلتنا حس لا قلت الاغنية اللي انا عاملها لبنتي اللي انا بحسها قوي في بنتي من غير ما احكيلك تصوير بتاعك خلتنا حس كانت البنت طلع بنتي في الفيديو لكن ايام هو الالبوم كله كان اسمه ايام على اسم بنتي لكن الاغنية بتاعت ايام نفسها ده دراما انا اخترت الاسم بعد الولايات اه بالضبط بالضبط بعد ما خلفتن ما فيش مشاعر ريالت عندك خلتك عندها مع الاسم لا تندم على انت لا ما حصلش يفعب عليك الاجيال الجاية لا 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 بالعكس